بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على معلم الناس الخير سيدنا محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك اللهم آعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي فلا حول ولا قوة إلا بك حبائب القلب اليوم راح نبلش تطبيق عملي تمام للقوانين اللي تعلمناها الحصة الماضية خلينا نراجع أنا وإياك شو هم المبادئ والقوانين اللي تعلمناها واللي استنتجها مندل من تجارب الستة اللي تعلمناها بالحصة الماضية حكينا في عنا ثلاث مبادئ أساسية ثلاث مبادئ إيش أساسية الآن يا حبائبي القلب أول مبدأ حكينا إذا نتج في الأبناء نسبة ثلاثة إلى واحد نسبة ثلاثة إلى واحد يكون آبائهم يكون آبائهم سائد خليط سائد خليط ضرب سائد خليط سائد خليط ضرب إيش سائد خليط طيب تمام لكن إذا نتج في الأبناء كمان نسبة واحد إلى واحد يكون يكون آبائهم للواحد لواحد بتزاوج واحد من الآباء راح يكون سائد خليط مع متنحي الآن راح نطبق هذول القاعدتين تمام في مثالنا اللي موجود معانا في دوسية الدليل اللي موجود معانا في دوسية الدليل أنا بنقول المثال هنا على الورقة عشان نحل مع بعض تمام وعشان نتبع أنت كيف آلية الحل تبعتي فالآن يا حبيب القلب مباشرة بتسيب كل شيء أمامك بتنتبه كيف بحل القطاوي على اتباعك لحل القطاوي بعدين أنت بترجع تطبق كل المسائل اللي موجودة معك تمام تمام التمام فلذلك أول قاعدتين أول مبدئين بدنا نمشي عليهم إذا نتجه في الأبناء النسبة الشكلية ثلاثة إلى واحد إذا هاي الثلاثة إلى واحد يسمها نسبة شكلية أين تنتج وين بلاقيها عند الأبناء كيف بتنتج هسا رحي نتعلم كيف بتظهر معانا تمام إذا شفت هاي النسبة الشكلية ثلاثة إلى واحد اعرف إن واحد من الأباء حيكون سائد خليط يعني غير نقي مع سائد خليط غير نقي كلمة خليط شو معناها غير نقي ممتازين الآن إذا نتج في الأبناء النسبة الشكلية واحد إلى واحد حيكون أحد الآباء سائد خليط والثاني شماله متنحل الآن خلينا نشوف مع بعض حبايب القلب خلينا نشوف مع بعض اللي هي ببساطة ببساطة المثال اللي موجود معانا في صفحة رقم خمستعش في دوسية الدليل اكسب صلاة النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ببساطة يا جماعة الخير مثال صفحة خمستعش في دوسية الدليل في أعلى الصفحة هسه بورجيك إياه عندك في الدوسية قال لك تم تلقيح حبايب القلب تلقيح معنى تلقيح هي نفسها كلمة تزاود هي نفسها كلمة إيش تزاود وهي نفسها أيضا كلمة تهجين مش هجين هجين معناها خليط زي كلمة خليط زي كلمة غير نقي تهجين تزاود إذن كلمة تلقيح هي نفسها كلمة تهجين هي نفسها كلمة تزاود يعني هون حدث تزاوج تم تزاوج نباتي بازلة لو سألتك سؤال يا حبيبي القلب هل جاب لك سيرة عن النباتات التي زوجت لا طبعا هاي مش معطيني أي معلومة عن الآباء اللي تم تلقيحهم تم تلقيح نباتين بازلة وجمعة الأفراد آه يعني بعد ما خلفوا بعد ما تم التلقيح تمام جمعة الأفراد اللي هم الأبناء وكانت بالأعداد والصفات التالية 43 نبات أملس البذور و13 نبات مجاعد البذور 43 نبات أملس البذور و13 نبات شماله مجاعد البذور مع العلم أن اي كابيتل رمز أليل البذور المساء سائد على اي سمول رمز أليل البذور المجاعدة أول إشي لازم يا أستاذي تنتبه له معاي إنه أوعك تعتمد الأرقام في تحديد السائد من المتنحي إذن أول شيء بدك تتبعه معاي أوعك اتحدد السائد من الأرقام يعني ما تتبع من الخاطئ جدا إنك تتبع الأرقام في تحديد السائد من المتنحي عندك بالسؤال تمام عبدالله بصفية تمام يا حبيب القلب هيا عبدالله بصفية بيحكي لكم آه أوك الآن يا جماعة الخير هذا سؤال أرقام دائما دائما في سؤال الأرقام وين في سؤال الأرقام شو بتسوي يا حبيب القلب في سؤال الأرقام دائما في سؤال الأرقام نقسم نستخرج تمام نطبق شو هذول الكلمات أستاذ دائما في سؤال الأرقام اتبعين لي هذول الثلاث كلمات أول شي قالونا نقسم جميع الأرقام على أصغر رقم على أصغر شو على أصغر رقم مش أصفر أصغر رقم اثنين بعد قسمتك للأرقام على أصغر رقم نستخرج النسبة الشكلية المتوقعة للأبناء نستخرج النسبة الشكلية للأبناء تبعث الأبناء أيوة يا لازم يطلع معاك في الصفة الوحدة واحدة من الثلاث نسب اللي أعطيناك إياها الحصة الماضية شو هم الثلاث نسب؟ يا لازم يطلع معاك كاستخراج نسبة شكلية للأبناء عند تعاملك مع صفة وراثية وحدة تمام؟ يا لازم يطلع معاك النسبة الشكلية ثلاث لواحد يا لازم يطلع معاك واحد لواحد يا لازم يطلع معاك واحد إلى صفر كل نسبة شكلية ذكرت لك إياها رايحين نأخذ عليها المثال تمام؟ تمام التمام بعد ما قسمت واستخرجت النسبة الشكلية ابتيجي على النقطة الثالثة نطبق قاعدة النسبة الشكلية على المحاور الخمسة على أي محاور؟ المحاور الخمسة شو هم المحاور الخمسة؟ لحل أزعم سؤال وراثي حكيناهم شكلية أبوين جينية أبوين جاميتات الأبوين جينية أبناء شكلية أبناء إذن ما هم المحاور الخمسة؟ لحل أزعم سؤال وراثي يلا مع بعض شكلية أبوين جينية أبوين جاميتات الأبوين جينية أبناء شكلية أبناء تمام؟ تمام التمام إلى أن تعال يا حبيبي القلب سؤال أرقام تم تلقيح نباتين بازلاء وجمعت الأفراد وكانت بالأعداد والصفات التالية 43 نبات أملس البذور و13 نبات مجاعد البذور مع العلم أن إيه كابيتل رمز أليل البذور الملساء سائد على إيه سمو الرمز أليل البذور المجاعدة ما تتطلع ولا تتطلع عبدوسيتك خليك معاي هون انتبه ركز معاي لو قلت لك سؤال من الصفة السائدة بهذا السؤال؟ آه بتيجي بتحكي لي الصفة السائدة يا قطاوي هي عبارة عن البذور الملساء أملس البذور؟ بقول لك كيف عرفت يا حسطي؟ آه بتيجي بتحكي لي منت يا قطاوي؟ قلت لي يرمز عشان تعرف الصفة السائدة بالسؤال لازم يكون عندك ما أعطيك إيش؟ الأليل كابيتل لتر يعني يعرفنا أن بذور الملساء هي السائدة من الإيه كابيتل وليس من الرقم الكبير زي بعض الناس تمام؟ اللي بحكي لك الرقم الكبير يعتمد فيه إيش؟ في تحديد الصفة السائدة من الأخطاء الشائعة ومن الأخطاء القاتلة إنك تستخدم الرقم الكبير تمام؟ في تحديد الصفة السائدة والصفة المتنحية تمام؟ تمام التمام الآن لو قلت لك هون مين الصفة المتنحية يا حبيب القلب؟ الصفة المتنحية هون الصفة المتنحية هون هي مجعد البذور مجعد مين؟ البذور إذن الصفة السائدة أملس البذور الصفة المتنحية مجعد البذور طيب تمام؟ كيف يعرفنا السائد من المتنحي؟ من الكابيتل لتر والاسمول لتر الكابيتل لتر يدلك يرشدك على الصفة السائدة في السؤال السمول لتر بيدلك بيرشدك على الصفة المتنحية بالسؤال تمام؟ تمام يا حبيبي القلب تمام 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 الآن سؤال أرقام هاف شو قالك القطاوي دائما في سؤال الأرقام؟ دائما في سؤال الأرقام نقسم بدك تقسم كل الأرقام اللي واردة معاك في السؤال على أصغر رقم مين أصغر رقم؟ تلتعش الله 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 إذن تلتعش على تلتعش قديش يا جماعة؟ واحد تعال على الثلاث واربعين شوف كيف بدك تقسم هيك بتسأل حالك سؤال الثلاث واربعين اللي قاعد أنت عمالك تتعامل معاها أكم ثلتعش فيها؟ الثلاث واربعين أكم ثلتعش تحتوي؟ أيوة باجي بقول تلتعش و تلتعش ستة وعشرين و تلتعش تسعة وثلاثين ما بقدر أزيد كمان تلتعش لأنها رح تتعدى الثلاث واربعين إذن قديش يا جماعة؟ ثلاثة ثلاث واربعين على تلتعش تساوي ثلاث أها طب أستاذ والباقي؟ ما إلك في الباقي؟ لأنه مادي تكمش رياضيات أنا أصلاً لازم استخراج النسبة الشكلية اللي بتطلع معاي لصفة واحدة ذات نمطين مختلفين ما هي صفة ملمس البذور يا أملس البذور يا مجاعد البذور نمطين مختلفين لصفة وراثية واحدة لازم يطلع معاك إحدى النسب الشكلية الآتية إذا تعاملت مع صفة وحدة بالسؤال يا يطلع معاك ثلاث لواحد يا واحد لواحد يا واحد لصفر فش نسبة شكلية رابعة ولا ما في نسبة شكلية خامسة ولا سادسة تمام؟ هم ثلاث مبادئ لقانون مندلي الأول عندما تعامل مع صفة وراثية وحدة تمام؟ تمام التمام استاذ شمالك؟ هدي استاذ آم أنا بدي أحمسك حبيب القلب هاي وراثي جنتك تمام؟ يعني بدها حل بدها حماس بدها نار تمام؟ تمام التمام إذن ما هي النسبة الشكلية اللي طلعت معاي أنا في الولاد هذول شو هم؟ النسبة الشكلية ثلاثة لواحد ثلاثة لواحد إذا شفت يا حسطي بالأبناء اعرف إنه كلا الآباء واحد سائد خليط والتاني سائد خليط الله 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 إذن استخرجنا النسبة الشكلية إذن بقول لها النسبة الشكلية الظاهرة في الأبناء هي ثلاثة لواحد وهي كرمالك يا حسطي يلي بده انجليزي ثلاثة لواحد أو واحد لثلاثة بتفرق؟ ما بتفرق بتفرق يا أستاذ؟ ما بتفرق يا أستاذ وهنا وهنا يكون الأباء بتزاوج أو بتلقيح الأباء شو رح يكون الأباء؟ سائد خليط ضرب ضرب سائد خليط أهان ليش؟ لأنه أصلا حكينا إذا طلعت معاي النسبة الشكلية ثلاثة لواحد في الأبناء يكون أباءهم سائد خليط مع سائد خليط حلو هس بدي أطبق قاعدة النسبة الشكلية هاي على المحاور الخمسة أكتب المحاور الخمسة يلا مع بعض أول محور الشكلية أبوين ثاني محور موجود معانا جينية أبوين ثالث محور جاميتات الأبوين رابع محور اللي هي جينية أبناء خامس محور اللي هي شكلية الأبناء باجي يا حبيبي القلب باجي تعال هون بقول من هو السائد عندك بالسؤال السائد مش إيه كابتل بل أملس البذور وانتبه قلتلك الوصف الشكلي يجب أن يكتب بكلمات وليس برموز انت لازم لحالك ادي الحالة شكلية الأبوين هون مين السائد اللي هو أملس البذور بقول له أملس البذور وخليط شو ماله خليط بتبع القاعدة أنا بعبي على القاعدة ضرب مين السائد إيه برضو سائد أملس البذور لأنه أنا بعبي القاعدة يعني هسا أنا قاعد بس بمليله تملاية صح بطبق على القاعدة ما بسي على القاعدة شو معنى جينيتي الأبوين دير بالك تلخبط بالرمز اللي هو معطيك إياه بالسؤال معطيك الإيه كابتل للأملس مش التي مش اللي حافظه بذهنك مش اللي بالعقل الباطن تبعك طيب شو معنات أملس البذور يعني كطراز جيني مع الجاميتات هذا طراز جيني مختلف يعني رح يطلع عندي لحال وإيه كابتل لحال طيب أعطيني هون يلا مع بعض إيه كابتل لحال وإيه كابتل لحال زاوج هذا بهذا رح يكون عندك إيه كابتل لحال إنساني هسا مربع بنت لأنه رح أجيه أنا لحال اتبع معاي بس الألية اللي بعطيك إياها الأول بالأول تمام؟ إيه كابتل 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 إيه ك كميل هيك شكلية الابوين املس البذور خليط مع املس البذور خليط جينية الابوين اي كابتل اسمول ضرب اي كابتل اسمول ركز معاك هنا بالدوسية قال لك المطلوب الاول في السؤال ما اطرز الجينية والشكلية لكل الابوين هذا المطلوب رقم واحد المطلوب رقم اثنين قال لك ما الطرز الجينية للجاميتات المستخرجة لكل الابوين قل له هاي المطلوب رقم اثنين اللي موجود عندك في الدوسية الدليل المطلوب رقم ثلاثة بذكرك مصعب يا حياتي بحكي لك ما هي الطرز الجينية للابناء شو بتحكيلو اسمول اسمول اي كابتل اسمول اي كابتل اسمول اي كابتل اي كابتل المطلوب رقم اربعة قال لك ما هي النسبة المئوية بده النسبة المئوية للنباتات المجاعدة للنباتات مجاعدة البذور قديش النسبة المئوية للنباتات مجاعدة البذور هاي المجاعدة عندك اربع ابناء النسبة كاملة المئوية مية بالمية وزع المية بالمية على الاربعة كل واحد بيطلع له خمسة وعشرين بالمية كنسبة مئوية اذا هذا قديش المجاعد هاي المجاعد قديش راح يكون خمسة وعشرين بالمية اللي هي تونتي فايف بير سنتج تمام او خمسة وعشرين ايش بالمية صعب يا جماعة لا طيب انقل هذا الفرع الخامس عندي انا هذا من عندي الفرع الخامس قال لك ما هو الطراز او ما هو احتمال ظهور نبات نقي الطراز الجيني ايواش يعني راح نخش على دوسية بنك الاسئلة بعد ما نخلص عليه الامثلة نقي الطراز الجيني قال لك الف صفر زيرو با نص جيم ربع دال واحد تبع بالسؤال ما هو احتمال ظهور النبات النقي اوعى يروح بالك وذهنك وخاطرك انه يربط لكلمة النقي فقط بالسائد وهذا معظم الطلاب بلخبطوا فيه السؤال ليش لعدم قدرتهم ولعدم استطاعتهم في تحليل السؤال بالشكل الصحيح ما هو احتمال ظهور نبات نقي الطراز الجيني هذا النبات نقي الطراز الجيني وهذا النبات نقي الطراز الجيني ما قال لك ما احتمال ظهور سائد نقي تمام قال لك بس بحث عن النقاوة فهونا يا حبايب القلب راح يكون نقي الطراز الجيني هي واحد وهي اتنين نقي الطراز الجيني هي هذا نقي وهذا نقي يعني واحد واثنين اثنين من اربعة قداش اثنين من اربعة يعني الاجابة نص الاجابة نص خلينا نشوف مع بعض اللي هو تدريب رقم واحد بصفحة رقم خمستعش خليك معي يا حبيب القلب القطاوي يلا حبابي القلب مع بعض بتدريب رقم واحد صفحة خمستعش في دوسيت الدليل يلا تم تلقيح نباتين بازلاء وجمعة الافراد وكانت بالاعداد والصفات التالية برضو ارقام 56 نبات اصفر القرون و 54 نبات اخضر القرون تمام هيك طلعت الارقام هيك طلعت الاعداد طيب طيب تمام يلا شوف اذا بدك تتبعون انو الارقام الكبيرة هي السائدة راح تقع يا حبيبي وتقوت بره يلا باي باي لندن على عمك تحنة يلا مش مش كده مع العلم ان جي كابيتل كمل السؤال قوعك يا استاذي باي مادة باي مادة ارياضيات كيميا احياء فيزياء اي مادة انك تبلش بحل السؤال الا لما انتقراه من اي تزد لما انتقراه كامل بلش بالحل تم تلقيح نباتين بازيلا اجهلت الاباء وجمعت الافراد وكانت بالاعداد والصفات التالية 56 نبات اصفر القرون و 54 نبات شمالهم اخضر القرون مع العلم ان جي كابيتل رمز الي للقرون الخضراء سائد على جي سمال رمز الي للقرون الصفراء اذا هون الصفة السائدة يا حبيبي القلب ليست صفراء القرون عشان عددها اكبر الصفة السائدة يمكننا معرفتها من الجي كابيتل الذي يدلني على الصفة السائدة اللي هي اخضر القرون في هذا السؤال اخضر القرون طب استاذي في المدرسة قالونا نحفظ الجدول نحفظوا لا الجدول اللي هو صفة طول الساقية طويل يا قصير تمام ما تحفظوه ما في اشي زي هيك نحفظوه هذا الجدول من خلال امثلتهم بالوزارة سوف تكون انت متمكن من معرفة جميع الصفات اللي درسها مندل في تجاربه لتوارث الصفات تمام يا جماعة الخير ما في راح يقول لك في الوزارة سمع الصفات التي درسها مندل تمام وضحك وضحك الان الصفة المتنحية الصفة المتنحية مين هي اصفر القرون كيف عرفنا انه الصفة المتنحية اصفر القرون اعرف انه من الجي اسمول اعرف من الجي ايش اسمول يلا هانا ستة وخمسين يعني بقسم على اربع وخمسين اللي هو اصغر رقم على اربع وخمسين على اربع وخمسين يعني واحد لواحد اذا هون بقول له ظهرت النسبة الشكلية واحد الى واحد في الابناء اوين ظهرت اوين ظهرت نالوا القاعدة طلع نالوا مين القاعدة اللي انا بدي امشي عليها ظهرت النسبة الشكلية واحد لواحد هذا يعني انه الاباء اللي بدي امشي عليهم بدي اعبيهم على المحاور الخمسة قديش هما سائد خليط ضرب ضرب متنحية يلا اعبيله المحاور الخمسة شكلية ابا وين جينية ابوين جاميتات الابوين جينية ابناء تمام يلا تعالي هون يلا 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 مين السائد حكينا السائد اللي هو اخضر القرون فبحط محل كلمة سائد اخضر القرون وبمشي معي يلا شو ماله اخضر القرون خليط مع المتنحي من هو المتنحي اصفر القرون تعالي هون شو معنات اخضر القرون خليط معناته جي كابتل جي سمول شو معنات اصفر القرون جي سمول جي سمول اعطيني الجاميتات تبعة الابوين جي سمول لحال وجي كابتل لحال ضرب جي سمول المتماثل نأخذ منه جاميتهم واحد المتماثل باخذ منه جاميت واحد بس طب تعالي هون يلا زاوج هذا مع هذا شو بطلع معاك جي سمول جي سمول زاوج هذا بهذا رح يطلع معاك جي كابتل جي سمول روح لي على المطلوب صفحة خمسطعش لتدريب رقم واحد قالك ما الطرز الجينية والشكلية للابوين هاي المطلوب رقم واحد ما هي الطرز الجينية لجاميتات الابوين هاي المطلوب رقم اتنين وما هي الطرز الجينية للابناء هاي المطلوب رقم ثلاث خليني اروح اعلم لك شو اللي موجود معانا في الدوسية قبل ما نبلش بالسؤال اللي موجود معانا في صفحة رقم ستعش بعدين ننتقل للاختبار القصير اللي موجود كمان بصفحة رقم 16 خليك معي حبيب القلب إذن حبيب القلب خلينا نفتح مع بعض صفحة 6 في الدوسية كمان هنا التمهيد البسيط أساس علم الوراثي اللي وضحنا في أولى حصصنا مجموعة نيوك اليوتي دات على طول جزيء الديان إي سوما الجين الوراثي هنا حكينا لكل جين وراثي بيمتلك شكلين يعني أليلين أنواع الأليلات أليل سائد وأليل متنحي وعرفنا شو معنات الأليل السائد والأليل المتنحي تمام وحتى كمان إيجينا للمبادئ اللي موجودة معانا في دراستنا اللي هي وراث الصفات رايحين مع بعض ندرس الصفات المندلية الصفات الغير مندلية والجينات المرتبطة اللي هي الارتباط والعبور الجين هسا السيادة المندلية هي سيادة تامة يعني قانون مندلي الأول قانون مندلي الثاني لما نيجي ندرسه شو المبدأ الوراثي اللي مشيين عليه مبدأ السيادة الوراثية أو مبدأ السيادة التامة مبدأ السيادة الوراثية أو مبدأ السيادة إيش التامة هاي تقسيمات الصفة الوراثية قضية استخراج الجاميتات تركز معاي هون لانه في شوية اخطاء مطلعية عندك هون تمام لو حكينا مثلا اوين القلم نعم اول اشي يا حبيب القلب اول اشي الطراز الجيني عدد الجينات مش عدد الجينات عدد انواع الجاميتات عدد انواع الجاميتات تمام اي كابتل اي كابتل اثنين قوة نون اثنين قوة صفر هايو اي كابتل بي سمول بي سمول اثنين قوة نون اثنين قوة صفر وتسوى واحد بي سمول ار كابتل ار سمول اثنين قوة نون اثنين قوة واحد اللي هي الار كابتل ار سمول ا 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 قوي نون وتساوي اثنين قوة واحد وتساوي اثنين A capital A capital D capital D capital هاي بدلوها يا حبيبي القلب هاذا الطراز الجيني A capital A small B capital B small تمام اثنين قوة نون وتساوي اثنين قوة اثنين وتساوي اربعة هاي صحيحة اثنين اي كابتل اي كابتل بي سمول بي سمول دي كابتل دي كابتل عنا اي كابتل اي كابتل بي سمول بي سمول دي كابتل دي سمول اثنين قوة نون وتساوي اثنين قوة واحد تساوي اثنين اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول دي كابتل دي سمول اللي هو اه 2 قوة 2 وتساوي 4 نعم صحيح عندك اي كابتل اي سمول بي كابتل بي سمول دي كابتل دي سمول 2 قوة نون وتساوي 2 قوة 3 وتساوي 8 جاميتات 8 جاميتات لحل أزعم سؤال وراثي هاي موجود معاك يا حبيبي القلب يجب اتباع المحاور 5 هاي الوصف تمام وراثة الصفات المندلية درس مندل كيف بتتوارث صفة وراثية وحدة في نباتي البازيلة قد افضت شو معنات افضت طلعت طلعت يعني انتجت نتائجه انتجت انتجت تجاربه في هذا المجال الى عدد من المبادئ لعلم الوراثي طلعنا ثلاث مبادئ اجرى مندل تجاربه على نباتي البازيلة لعدة اسباب اهمها شو هو توافر نمطين مختلفين للصفة الوراثية الوحدة هذا اجه سؤال وزاري سؤال ايش وزاري انه سبب اختيار مندل نباتي البازيلة لاجراء تجاربه اللي هو توافر نمطين مختلفين للصفة الوراثية الوحدة زي الصفة طول الساق اما ان يكون طويلة الساق او قصيرة الساق مبدأ السيادة التامة وقانون انعزال الصفات قام مندل بتتبع ظهور الصفات في الجيلة الاول والثاني من النبات البازيلة وجد انه نسب ظهور الصفات الناتجة من عملية التلقيح من عملية التزاوج متقاربة مع النسب المتوقع لظهورها يعني لما انقسمنا احنا التلاتة واربعين على تلاتة عشر طلع معنا تلاتة فاصل اثنين صح ولا لا زي هيك قلتلك انسى الاثنين نسب متقاربة تمام لنسب ظهورها ليش يا حبايب وذلك لان اعداد افراد الجيلة الاول الناتجة كانت كبيرة فعشان هيك اطررنا ان نقسم على اصغر رقم هذا الجدول اللي بحكي لك يا بحفظوك ويا بالمدرسة انسى لك كلمة تحفيظ صفة السائدة والصفة المتنحية طول الساقر ما يكونون طويل او قصير بس للمعرفة موقع الزهرة اما ان يكون محوري او طرفي لون الزهرة اما ان يكون ارجواني او ابيض في نبات البازيلا لون القرون اخضر او اصفر شكل القرون ممتلئ او مجعد لون البذرة اصفر اخضر شكل البذرة ام لس مجعد هاي الامثلة اللي من خلالها راح يستخدمها ويخاطبك بالاسئلة من خلال هاي الامثلة الصفات هذا كله شرحناه في التجارب يا حباي بالقلب مربع بنت انسالية لانه فيه له طريقة خاصة عند القطاوي تمام انسالية الان تمام يا حبيب تمام استنتج مندل من تجربته وجود عوامل تتحكم فيه توارث الصفات سميت هاي العوامل بالجينات تمام ما هي العوامل التي تتحكم في توارث الصفات اخذناه في اول حصة اللي هي الجينات التي تتحكم في توارث الصفات يوجد لكل شكل جين شكلين كل شكل منسميه مبدأ السيادة التامة اذا اجتمع الاليل المتنحي مع الاليل السائد فان الاليل السائد يخفي تأثير الاليل المتنحي ولا يظهر الاليل المتنحي هاي حكيناهم كلهم مع بعض حكينا الجينات بتكون شكلة نقطة شكل نقطة على الكروماتيد وبكونوا من مواصفات او من خصائص مميزات الصفات بانها متقابلة هاي الارثمول قبلها الارثمول على سبيل المثال صح ولا لا هذا كروموسوم من الام وهذا كروموسوم من الاب يعني كروماتيد كروماتيد تمام كروموسوم من الام وكروموسوم من الاب على اساسها انه بتتقابل الصفات الوراثية بتكون مقابلة لبعض اختلاف الاليلات بنتج من اختلاف تسلسل النيوكليوتيدات ويؤثر في البناء البروتين يعني الكروموسوم ما انا حكيت لك في بداية حصصنا في المراجعة حكيت لك الكروموسوم ما بيحمل صفة وحدة ولا بيحمل عشرة بيحمل ملايين الصفات التي لا يمكن عدها ولا حصرها تمام 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 هاي عنا هانا الاجرية النبات تزاوج نبات كل هذا شرحنا تمام 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 الاحتمالات والوراثم نجيها ما اليك فيها الان وهاي الاشكال كلها بنشرحلكم اياها بالاستنتاجات تبعتها تمام يا حبايب تمام هاي المثال رقم واحد هذا المثال رقم واحد شك شك تمام اللي حلناه شو معنى اثنين استاذ يعني نوعين ايه كابيتل اسمول شو معنى اثنين ايه كابيتل اسمول نوعين هي تدريب واحد وهي حله بشكل كامل الان مع بعض رايحين يشوف سؤال رقم رقم صفحة رقم ستة عشر خليك معي حبيب القلب رب يوفيكم جميعا يفتح عليكم فتوح العارفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة